اشتركوا في القناة 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 فقط تعمر لي تنجرات وكوكوطات ورمضان فأنا قررت باش نغسلهم كما كتشوفوا رأى هنا مضربت فيهم تمارة والنتيجة صراحة مرضية بزاف بزاف فكملوا معي الفيديو حتى النهاية باش شوفوا كان طلب منكم البنات صراحة اي وحدة جربت هاد الخلطة هادي فدعي معي وحد دعوة دير الخير فهد الخلطة هاديرها خطيرة وزعماء كتعطيكم وحد النتيجة اللي غادي تصدمكم صراحة فغادي نتفاجئوا بزاف بالنتيجة يعني كتعطي وحد النتيجة اللي ممتازة بزاف صافي دبا غادي ندوز لنا خض المون الضف العادي اللي كنغسل به المعندي اللي العاديين وغادي نغسلها كطنيجرات ونغسلهم من داخلهم من على برامش ما كتبقاش فيهم ذاك الشوبية صافي ويستحسن انه لكانت عندك الشمش فبن بعد ما تغسليهم وتمسحهم تحطيهم في الشمش هذه الشمش كتزيدهم واحد اللمعان وكتزيدهم واحد الباريق وانا ما عنديش شمش ما غاديش نحطهم في الشمش ورغم ذلك فهم كيبانوا لامعين وما غا يحتاجوش للشمش نهائية لانها ما عنديش وانا ما زعمان ما غاديش نحتاجو لها فكما كتشوفوا النتيجة رهياء بين صراحة غادي نغسلهم هكا كاملين وندوز نوريهم لكم من بعد ما نمسحهم ويستقطروا وتشوفوا شكل ديالهم كيفاش خرجوا صافي نخليكم مع الفيديو واندوز نطلقوا باش نشوفوا شكل ديالهم من بعد ما مسحتهم صافي هذا هو شكل ديالهم النهائي فخرجوا فيهم واحد الباريق واحد اللمعان ولكن وكيعجبوكم بحل هذه الفيديوهات خليهم لي في التعاليق فعندي بزف ديال الافكار وبزف ما نشارك معاكم فانا شاركت معاكم بطريقتي الخاصة اللي كنستعمل وانتو ما تبارك الله وصلع عن بايا لكم راكم كلكم عارفين غير فقط كنمغون نضيفو لكم يعني افكار جديدة وحيال جديدة وصافي صراحة البنات هادلو الخلطة هادي غير جربوه هاراها غادت نفعكم مزيان وغادي تبقوه تعتمدوها فالخلطة هادي سحرية بمعنى الكلمة فهي كتتعطيق واحد النتيجة اللي هي روعة بالنسبة للانوكس فكتخرجهم مزيان كما تشوفو كيسني مازال انا ما عنديش اضاءة مزيانة وانتو ما عنديش ضوء كثير فهراهم تبري وكما كامل تبريحة الالمينيوم بالنسبة للالمينيوم فهي كتخرجون مزيان و ما تنسوناش دائما اذا عجبكم الفيديو دلو لنا بزاق ديالي لايك و تشتركو في القناة و اذا عجبكم المحتوى اتبار تجيو القناة مع اهل و الاصدقاء ديالكم لكي تعمل الفائدة الصراحة هذه الوصفة خطيرة نتمنى منكم تجربوها وتخليوني في التعليق عفوان تخليوني الاراء ديالكم في التعليق وتنسوناش دائما الى الملتقى مع الفيديو القادم ان شاء الله الرحمن الرحيم باي باي